لأن مع الأسف ولا نقول بتشفي أو انتقام مع الأسف اكتشفت الدول نفسها الغنية والمتميزة بكونها تصنع اللقاح أنها هي أيضا ضحكت على نفسها هذا ما أقصده بالبلية التي تضحك لأنه تبين لها أخيرا أنها مهما أقفلت حدودها لحماية مواطنيها وطبقت مبدأ بلدي أولا فإنها لن تنعم أبدا بهذا الشعور الذي هو أني أحمي مواطنية أولا ثم أطلع على الخارج لأنه ما دام الخارج هو خارج هذه المعالجة فإن الوباء سيعود إليكم من الخارج وقد وضحت هذه الصورة التي أعلنتها منذ البناء أننا أمام وباء ينتشر بالهواء وإذا لم يخضع لمعالجة كونية واحدة في نفس الوقت وبإدارة عالمية واحدة وبإلزام عملي عالميا واحد لأمل من الانتهاء من هذا الوباء ماذا يعني هذا؟ يعني أننا نحتاج إلى سبعة مليار لقاح تقدم في كل الدنيا بنفس الوقت هذا ما كان يجب أن نخطط له منذ البداية أما الآن فدخلنا في ضحكة جديدة نذكر أن كل ما كان يقال لنا من قادة العالم ومن الخبراء بأننا نحتاج إلى هذا الفاكسين واحد مرة واحدة في البداية كان المطلوب مرة واحدة ثم علمنا بعد ذلك بأن عليك أن لتحقيق المناعة أن تأخذه على مرتين فإذاً سبعة مليار ضرب اثنين أربعة عشر مليار بني أعظم وأربعة عشر مليار مكسين في نفس الوقت وأخيراً ومنذ أقل من شهر سمعنا بأنك تحتاج إلى بوستر إلى ثالث إلى بكسين ثالث لتضمن المناعة هذا معنى ذلك أننا نحتاج إلى واحد وعشرين مليار لقاح تقدم للبشرية في وقت واحد ومهما اشتغلت مصانع الأدوية والتقنية العظيمة في أمريكا ومهما سهر عمالها لن يستطيعوا أن يزودوا العالم بهذا العدد واحد وعشرين مليار مليار بليون لقاح عظيم ليس هذا كل شيء علينا أن ندرك أن الكثيرين ممن أخذوا اللقاح أعيد إصلاب عادت إليهم وأصيبوا بها وأنا أعرف أشخاصاً معرفين محددين وليس بالسمع ولا بالبيانات بالحقيقة أخذوا اللقاحات وأصيبوا بالكورونا معناته ننظيف على الواحد وعشرين مليار كمان شوية مليارات لهذه الحالات الاستثنائية